بدأ اليوم من أول مباراة الزمالك يعني هنعدي مباراة البراميدز والمصري ونبتدي بمباراة الزمالك وسيراميك ليباترا وإزاي دخل فريرا المباراة وإزاي كابتان أحمد ساميبا دخل المباراة وليه قدر فريرا يتغلب تكتيكيا علشان يخرج بالمباراة بالنتيجة اللي هو عايز وخلينا نتفق إنه بالنسبة لأهلي والزمالك حتى مباراة السوبر هو مهم جدا بالنسبة لهم الثلاث نقاط قد يكون هناك بعض التعليقات على الأداء هنا وهناك قبل ما نبتدي نحلل الشكل لكن مهم جدا إن أكد إنهما بالنسبة لهم هم خرجوا بنتيجة المية في المية من المباراتين في بداية الدوري ده يخلي الأجواء مستقرة داخل الفرقتين سواء الأهلي أو الزمالك خلينا نشوف فريرا دخل إزاي المباراة النهار ده فريرا دخل بالتلاتة خمسة اتنين أو الخمسة تلاتة اتنين في الحالة الدفاعية اللي ابتدى يشتغل بها في الفترة الأخيرة لها مميزات ولها عيوب وهنشرح إيه اللي استفادوا الزمالك وإزاي الزمالك بيقدر يخرج من ده وعن طريق أي لعبين ابتدى بالثلاثة طبعا عنده غيابين مهمين في قط الدفاع هم وحمود حمد الوينش وحسام عبد الميجين ابتدى يعتمد على حمزة المسلوسي راجل سنتر باك ناحية اليمين ومحمد عبدالغاني ونهاردة مصطفى زندقل واحد من نجوم المباراة في وجهة نظري قدم مباراة في مشاركته الأولى المدة التسعين دقيقة مع نادي الزمالك قدم مباراة جيدة جدا انترسيبشنز أو توقع القرات عنده ممتاز القرات الهوائية عنده ممتازة الخروج بالكرة كان فيه قرتين تلاتة كنا ما كانوش موفقين لكن هو الخروج بالكرة عنده ممتاز وده هيساعد في الرئيس خاصة زي ما انت قلت يا كريم في الانترو منت شوية انه الراجل عنده غياب المدافع الدولي اللي عنده فيه خط الدفاع محمود حمد الوينش وهيغيابه وهيطول اه وعنده انه فيه فترة التوقف كسعالم الامور ما بشيبق فيها زحمة مباراة قوي لكن طبعا غياب الوينش مؤثر حتى لو كان البودلاء على قريبين من الكفاء حتى لو لمباراة واحدة مؤثر طبعا وإيه أحمد فتوح ونتكلم على أحمد فتوح كتير وثلاثي اللي اشتغلوا نهاردة في وسط المعارة اتكلمنا كمان انه فيه الناحية اللي مين كان عمر جابر اعتمد على الثلاسي لما نجي نتكلم على الثلاسي ده خليني هنا نحط العيب كده على جنب امام عشور عشانا اتكلم عنه كتير وزكريا الوردي ولما جه الراجل حبي يزود ويحط العيب تالت في وسط الملعب الراجل فكر كتير هو ممكن كان يدخل عمر السيسي من بداية المباراة ويبتري يلعب بضبل بي فت لكن قناعته الكبيرة محمد أشرة فروقة خلي حطه هنا ليه محمد أشرة فروقة كرته جيدة يقدر يطلع بالكرة فكان بيعمل هنا يحط محمد أشرة فروقة ويبتري يشتغل زكريا الوردي ويعمل ده لكن كان امام عشور سابت قدام والثنائي اللي موجودين في الخط الامامي احمد سيد زيزو اللي برضو هتكلم نفس اللي قلته قبل كده واللي كنت بقوله على برونسافيو في الاهلي المكان الجديد اللي بيلعب فيه زيزو هنا فيه مشكلة كبيرة جدا لأنه بيقلل كتير من قدرات زيزو زيزو يقدر يقديه لكن زي ما لو قتلك يومنا كده يقديه مش يبدع فيه زي ما كان بيبدع في النصف الأيمن من الملعب المكان الطبيعي اللي بتحرك في زيزو في المنطقة دي حتى بعد رحيل أشرف بن شارقي كان ما كانش بتواجد هنا بس على الجناح اليمين لكن كان بتواجد هنا في المنطقة دي كلها فبالتالي زيزو اتأثر كسيرا وسيف الدين الجزيري يمكن اللقطة الأبرز بالنسباله آه بيتحرك كتير لكن اللقطة الأبرز بالنسباله كان الهدف ومن هنا نبتلي الهدف ونشرح عليه عايزين نقول ايه ونربطه ونقول ليه فريرا بيقدر يطلع الزمالك من الخنقة لا لا هتلي الهدف من الأول هتلي الهدف من الأول أيوا ماشي بس وقف لي هنا الأول بصة كريم كام لعيب من سراميكا كليباترا في الكادر اللي انت شايفهم بس وفيه لعيب تاني في الرايت مش باين اللي انت شايفهم بس دلوقتي تمال لعيبة يعني فيه تاسع لعيبة تحت الكورة دي احنا بلغة الكورة بنسميها ايه خنقة فالمدير الفني الزكي اللي عنده نمط ويكون بيلعب كمان مأمل خط الدفاع بتاعه بشكل كويس بيعمل تشانلز يعني ايه تشانلز انا غير بس شوية حتة كده ممرات تهوية يعني ايه ممرات تهوية اطلع فرقتي من الخنقة دي ازاي ازاي كرية المساحة الكورة بتلعب على ثلاث معايير اهمهم المساحة التحرك في المساحة وازاي اخلق في ظل هذا التكتل تسع لعبين تحت الكورة بعد ما فقط سيراميكا الكورة نزلوا تسع تحت الكورة لازم اخلق ممر تهوية اقدر اتنفس منه هجوميا لان تاني قلنا ان الخمسة تلاثة اتنين الشغل الدفاعي بتاعها اكتر التأمين الدفاعي بتاعها اكتر فانا محتاج ادور على اي سبيس اقدر اتحرك فيها للشانل اللي بيخلقها فريرة دائما وابدا واجبها لك بهدف تاني احرازه زمالك الموسم الحالي بنفس الطريقة بنفس السيكونز من نفس اللاعب من العمل الاسست احمر ابو الفتوح حطوا فين حطوا ما بين الرايت باك والرايت سنتر باك قلب الدفاع ناحية اليمين والرايت سنتر باك الرايت باك اللي ناحية اليمين في مسافة ما بين الاتنين روح هتطل مشي للكورة واحدة واحدة يلا لا ارجع 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 نطيت ليه نطيت لت ماشي نطيت لت مشارح بص 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 التحرك هنا التحرك هنا جاي منين جاي في العمق اتضرب بكل التسعة دول بباس واحد فين في الاسبيس اللي ما بين اللي بعيد عن التكتل تصرف ممتاز من امام عشور لانه كان شايدر يحطها لب لان بسام طلع له وانا شايف انه برضو خروج متهور من محمد بسام اللي انا شايف وجهة نظر انه يتحمل جزء من بس وقفنا 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 الكادر ده حلو رجع 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 تاني هنا حاجتين مهمين جدا يا كريم قلتلك انا فيه لعيبة هتكلم عليه كتير جدا امام عشور امام عشور حالة حالة مش بس لعيب كويس امام عشور حالة مع فريرة اكتر لعيب استفاد من وجود فريرة في الزمالك هو امام عشور عجبت ان انا امام عشور حالة دي طبعا امام عشور امام عشور فيه لقطات لكن فيه بعض اللقطات مش معنا لكن اللقطات المتوفرة دلوقتي امام عشور بيدافع فيه قدام الباكرايت بيدافع قدام الباكليفت بيدافع على الدايرة قاطع للقراط ممرر جيد بيتحرك في المساحات قدر الرجل يفك بيه كل التكتلات دي ويفك الزحمة اللي عاملها سيراميكا طبعا الاسبيس دي كانت سبيس سلبية ما بيجيش الا بعد خلخالة يعني ايه خلخالة يا كريم يعني مفضل شغال من اليمين للشمال والشمال لليمين لحد ما لقى الاسبيس فضيت وهنا التمرين عشان كده بقولك نمط ولما هجيب لك الكرة كربون فيه مبارات سموح اللي كانوا متكتلين بنفس الشكل مع كابتن طريق العشري وهنا ده بيقولك زي ما قلنا انه فتوح حالة فريرة حالة ليه ده مش معلقة انه ما بيغلطش ومعندوش مشاكل وعندو بعض الحاجات وداخل الموسم مش بنفس القوة رغم انه معاس قوات افضل الا انه فريرة حالة لانه بيعرف يكسب بيعرف يكسب حتى وهو مش بافضل حالاته الفنية مشي بقى الكرة على سرعتها وبعدين هات للحالة التانية مشي تلك الكرة عادي جدا الراجل راح يتشان راح يمفراد ليه لان انا كريت المساحة المساحة دي بكاتش موجودة كريم لما كرة كتنها حتني مين بساحة دي بكاتش موجودة لا لا ارجع بقى ارجع ارجع عند فتوحة بقى ارجع 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 تاني 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 بصها كريم اللعيب اللي نازل من سموحة ده لعيب رقب عشر نازل من قدامي ارجعلي ومشي فريم واحد بس لما يجيب لك الوايد لما يجيب لك الاسكرين المفتوح لا انا كلمش اقامي بس وقفينه وقفينه دي وقفت دفاع سموحة كريم بصها كريم مين اول لعيب اللي شكابالهم سابقه بالعرض الرايد باك مين اللعيب اللي بعده الرايد سنتر باك قلب الدفاع الايمن الظاهير الايمن اللي اتخنقت اتخلقت التحرك بدين كرة باللعيب مختلف لكن الاسستة من نفس اللعيب باللعيب مختلف وبيحطها سواء داخلت على طول او الرجل كميلة بعد كده شيرت فريدة في المرمى نفس الكرة دا بيقولك في ايه دايما شرحناها لسو بسطناه تلماك كرة بتتكره بشكل ممنهج في مباراة مختلفة بقى في نمط او باترن هنا نقدر نقول دا شغل مدرب وتنفيذ لعيبين كالعاد بس خلاص ماشيلي بقى اللي قطط دي وهاتلي اللي بعدها الحالة اللي بعدها خلاص خلاص احنا كده تمام طيب وقفلي هنا لا 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 دا سراميكا والزماريك برد سراميكا لابس أحمر ماشيلي هنا هنا كمل 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 واقولك على نقطة ضعف في الزمالك النهاردة طيب احنا قلنا انه اجمالا اجمالا مع رجع لي الوقفة تين رجع لي الوقفة والكرة في الهواء بس بس لا كمل 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 سنة صغيرة قبل ما الكرة تنزل بس وقفلي هنا وقفلي هنا وقفلي هنا قلنا انه اجمالا فريرة تفوق على كابتنا احمد سامي احمد سامي ملاقاش حلول واجباريك حالة اتغل بشكل لعب فيه قدام المصري اللي قدر يخترق المصري بشغل كتير قوي وخلخلة من خلال العمق فريرة قال له بس وقف هنا رح اطط له ثلاثة في وسط الملعب وثلاثة في الخط الخلف بقى ثلاثة قدام ثلاثة تخترق الزامي العمق كان لازم احمد سامي يلجأ للاطراف ملاجأش لها اللي متأخر وكان ناجح جدا في كرة السبتة نقطة ضعف عند الزمالك وكانت واحدة من نقاط القوة عند الزمالك قبل كده نقطة ضعف واضحة جدا عند الزمالك لقديمش الكرة الاولى في واحدة بعدها وشالها عوادت لعبت على البعيدة من ضربة سبتة وبنفس الطريقة الكرة بتعدي فالتاكتك اللي استخدمه احمد سامي قدر يتغلب على تاكتك فريرة الناجح جدا في كرات السبتة سواء على صعيد الدفاع والهجوم بغض النظر ان الكرة تحسب التسلل لكن الكرة اتخذت مرة لا في السقوط لا في الاولانية ولا في السقوط ولا في التكملة بغض النظر انها كان حالة تسلل صحيح بسبب التدخل ماشيها على سرعتها عادي جدا ماشيها على سرعتها انا مش عايز الاعادة دي ماشي 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 وبعدين قالت الاعادة اللي بعدين خطأ في التماركو زكريم اتكلمنا عليه للزمالك في مبارك في لنبو كلمنا عليه هنا للزمالك حتى رغم انه بيلعب بتلاتة عشان كده هم كلهم بيتكلهم وبعد وبعد الكرة كل لعبت لانه خطأ متكرر بص هتلي بقى الاعادة اللي بعدين هتلي العادة اللي بعدين الصيدل الجانبية هتلي العادة الجانبية ويوه في صيدل صحيح طب بس وقف هنا بقى بص بص كريم لما كون انا واقف بست لعيبة بست لعيبة في عرض ملعب خمسة لعضة بعرض الملعب واقف بست لعيبة واتضرب بالطريقة دي بص لو الكرة دي لوحة لجون البوكا بست جون البوكا كان نزل على الجليل الاثنين على كعوبه لعيبة الكرة يقول لك ما تقفش على كعبك طول ما انت بستني الكرة واقف على كعبك عبال ما تيجي تعمل مدفع دخل فهنا كان البوكا لازم يعمل الباس عشان يودي احمد يسر اللي هي اتأخرت جزء من سنة واخرتش كالجون المشكلة فينا كريم البنتريشن لعيب دخل على اللعب اللي معاك كرة وست لعيبة بعد كده في الكادر معاهم اثنين اللعيبة كمل بقى كملها بالراحة كمل كمل فرين فرين بصها كريم ولا الهوة ولا الهوة فيش العيب منهم امسوك كمل تاني كمل تاني كمل 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 على سرعتها لا دخل يبقى بيستلم وبيمرر كمان بيستلم وبيمرر والراجل بيلف لا ارجع لي تاني ارجع لي تاني ارجع لي تاني برطا ارجع لي تاني في لفة هنا لفة غريبة جدا جدا بص بص كريم بص المدفع بعمل ايه كمّل بقى.. كمّل بالراحة.. كمّل بالراحة.. لا.. كمّل.. كمّل قدّام.. كمّل قدّام.. بصّك كريم.. كمّل.. 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 الرجل طالعه الدائري.. طالعه فيهن.. الرجل.. الرجل لف.. لف بعيد جداً.. خد.. خد مساحة كبيرة عبالما رجع.. بسابه.. بسابه كمان.. بسابه.. خدّاله.. قدّاله.. نفس إنه يعدل.. ويعدل وحطاب يمينه.. ده بغضّ النظر إن الكرة برضو رغم إنها تسلّل زي ما قلنا وقفت الدفاعكات غلط.. بصّك كريم هنا.. كل ده اللاينز مما رفعش.. فإحنا هنا.. حتى الآن اللعبة ردي.. إنه ممكن تستسجل جوم بس.. خطأ كبير جداً.. طبعاً محمد عواد كمّل.. 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 كرة سهلة في المتناول.. في وسط المرمى.. كمّل.. سهلة قوي.. سهلة قوي.. سهلة قوي.. ما تخشش محمد عواد يعني.. فمحمد عواد بالمناسبة.. معلم الحراسة اللي أحبهم جداً.. بحب الستايل بتاع محمد عواد جداً.. لكن عندي مشكلة في مستوى.. في مستوقف ما عليش قبل ما نكمل.. عندي مشكلة في مستوى عواد في المباريات الأخيرة.. ما أشوف لمبو أخطأ خطأين كبار جداً.. فخلينا نكمل.. كمّل حالات.. كمّل.. كمّل.. نفس المشكلة.. نفس المشكلة.. الراجل بيخش ويستلم.. آه ما لبسيتش.. لكن الراجل بيخش ويستلم.. ويفرج عليه.. باللعاب يقف عليك.. المدافعين كلهم محدش ماسك.. الماسك كله.. عدد كبير.. تواجد عدد يداخل المنطقة.. لكن الراجل طالع.. بيستلم على صدر.. بص.. بصها كريه.. مسافة كبيرة جداً جداً بينه وبين المسلوس وبينه 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 عبغاني.. مسافة كبيرة.. وده السترايكر اللي مفروض واحد منهم على الأقل يبقى ستيك لي.. لازم يمسكوا على الأقل فرق بينه وبينه يرضى عشان ما يلفش بيه.. مش فرق تلاتة أربعة يارب.. يلا.. اللي بعدها.. اللي بعدها.. ماشي.. ماشي.. ماشي على عدلتها.. خلاص.. خلاص.. كمل كمان.. الجول.. الجول.. ووقف لي هنا قبل ما يشوت.. وقف.. وقف.. بس وقف لي.. بصها كريه.. في لقطة لمك الناس يخذيش بقى لها منها.. فاتوح راح شاط مضطر.. رجع لي تاني معلش.. رجع لي.. فريم واحد.. فريم واحد.. بس بص فتوح بيعمل ايه.. بيديوك كريه.. بص.. بص كاميرا الجيلي هنا.. بيعمل كده.. عايز حد يطلع لي يمين او شمال.. لما لقاه قفلت عليه.. وخلاص هو رايح في الفرونت والعب عماله بترجع المدفعين عشان يرجعوا مع اكينولا.. لحد ما اكينولا وقع في التسلل ما عرفش بصيره.. راح شاريتها برجلي اليمين.. وطبعا يتحمل مسئولية الهدف.. بلزبط يما زي ما انت قلت في الانترو.. محمد بسامي الكرة على الكرة أرضية.. فشايف انه اجمالا.. اجمالا.. الزمالك فريرا تفوق على احمد سامي.. في التفاصيل بسيطة جوه المباراة.. انه الزمالك توقع طريقة لعب سيراميكا انه هيلعب بنفس شكل مباراة المصري.. لكن احمد سامي مجاهز سيناريو بديل.. علشان خاطر يقدر يتجاوز الدفاعات والبلوكات اللي افل بقى لعمق ثلاث لعبها في وسط الملعب وثلاث لعبها في الخط الخلفي.. وكين احنا خلصنا حالات مباراة الزمالك وسيراميكا.. احنا خلصنا حالات مباراة..